السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو احنا عايزين ناخد سكشن في برنامج السينكرو بدو الصورة يكليك ويقول له ان انا عايز اعمل قط في قلب البلان قط بلان وقول له الامة الافس الامة الواي الامة الز وبعد كده ببدأ اضغط وببدأ احرك المقبض بحيث ان هو يبدأ يظهر لي سكشن في قلب البلان اقدر اخد اكتر من قط بلان او سكشن مثلا في الزد بحدد النقطة والمقبض بتاعي ابدأ اتحرك طيب لو انا عايز الغي او ان انا عدل فيه بروح لي واختار القط بلان ممكن تشيل ديت او تشيل ديت يختفوا في اي لحظة عايز تفعلهم بشكل دوت ولما تعمل سلكت على واحدة فيهم بيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها فممكن تقول له شو بلان بالشكل دوت تمام فهو كده عمل القطع بس مش موريني البلان نفسه عمل ازاي وممكن تخفي المقابض من هنا وهنا بيقول لي انت عايزها بلان ولا بوكس فطبعا البوكس بيتحكم انت باكتر من طريقة بالشكل دوت حسب ما انت عايز هو لما تدوس هنا راية كليك هتلاقي هنا في قلب القط بلان اختيار ان انت تعمل قط بوكس ومديك الاتنين اللي موجودين تقدر شيل علامة فتفعله او متفعلوش وتقدر تغير اسم الحاجة دي تخليها مثلا قط مثلا تقدر تحكم في الاسم بتاعها زي ما انت عايز بشكل ده وممكن لو عددت الارقام هنا تبدأ تتعدل معاك برضو هنا هتقدر تعملها بشكل تحرق بالماوس او ممكن تكتب الارقام اللي انت عايزها هنا بالزبط عشان يبدأ يعمل القط اشتركوا في القناة